أهلين عقبة صباح الخير جاهدة صباح الخير محمد الموضوع الذي يتصدر الصحف هذا اليوم هو بشرة لمكتتبي عدل نعم نتمنى ما زالت حكاية عدل والسكن صباح الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى فقرة بين السطور عبر برنامج الشروق مورنينج ويكاند نستهله كالعادة من صحيفة الشروق اليومية وبعنوان 20 ألف تخصيص لمكتتبي عدل بالعاصمة و20 ألف لباقي الولايات عملية دفع الشطرة الثالث من سكنات عدل تبدأ في الثامن من شهر فيفري وتخص حصريا برنامج 2001 و2002 الصحيفة كشفت أن البرنامج سيقوم بتوزيع المكتتبين على الطوابق والسكنات بما يراعي الحالات الاجتماعية والصحية حيث سيستفيد ذو الاحتياجات الخاصة من طوابق أرضية نبقى في صحيفة الشروق اليومية وفي عنوان آخر متعلق بالأنوان الأمني تقريبا 10 ألاف مركبة استغلت في تهريب المخدرات والوقود نطالع أيضا حسب تصريحات المفتش العام للجمارك 70% منها استفاد أصحابها الحقيقيون من برامج دعم وتشغيل الشباب بجميع صياغها كما يضف المتحدث في الصحيفة أن هذه السيارات يتم سرقتها أو كراؤها أو تجنيد أصحابها للتهريب وهو ما يضمن لهم الربح السريع والتخلص من الدين في ظرف قياسي في صحيفة البلاد وعودة إلى موضوع السكن في عنوان عريض لهذه الأسباب غيرنا شروط شراء سكنات عدل في تصريح لوزير السكن عبد المجيد تبون الصحيفة نقلت عن الوزير تصريحا بخصوص تعديل دفع الأشطر الأربعة لسكناتهم قبل تسلم المفاتيح إلى الوضعية المالية الجزائريين التي قال الوزير عنها إنها تحسنت مقارنة بسنة 2001 كما فتح الوزير أباب المكتتبين تسديد كامل أقصات سكنتهم حسب رغباتهم ما عليهم إلا توجه إلى مقرات وكالة عدل في موضوع سياسي الصراع بين العرب والدخليفة وبهاء الدين طليبة على واجهة صحيفة الحياة أسباب الصراع تقول الصحيفة بين رئيس المجلس ونائبه المكلف بالإدارة والموظفين يتمحور ظاهريا حول تعيينات موظفين وإحالات على التقاعد بعد قيام العرب والدخليفة بإعادة توظيف أشخاص تقول الصحيفة إنهم محسوبون عليه وأنهيت مهامهم من طرف نائبه أما بطنيا فتصف الصحيفة الخلافة بصراع المواقع والنفوذ والصلاحيات ويحمل في طياته رائحة حرب الأجيال نظرا لفرق السن بين الدين طليبة وبين العرب والدخليفة القمل يجتاح المدارس في صحيفة الخبر على الواجهة وأوردت الصحيفة تقريرا يتحدث عن انتشار القمل في المدارس عبر 48 ولاية وحسب اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ فإن الظاهرة أخذت أبعادا جديدة بعد تسجيل حالات في العاصمة وفي أرقى أحيائها مما يوحي بأن الظاهرة عادت بعد اختفائها قبل ما يقارب عقدين من الزمن تقول صحيفة الخبر إلى الصحف الوطنية ولكن الصادرة جهويا نقرأ حجز عتاد خمسين شركة أجنبية هربت ملايين الدولارات وغرمت بأربعين مليون دولار نطالع في الفجر السبب تقول الصحيفة هو تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج وهي إحدى الشركات الصينية التي اقتنت عتادا قديما للتهرب من الضرائب وأخرى باعته للخواص الجزائريين بنصف السعر حتى تتجنب تبعات إعادة الشحن والنقل نبقى دائما في الصحف الصادرة جهويا الأمن يطيح بشبكة وطنية مختصة في بيع السيارات المستأجرة نطالع في آخر ساعة الصادرة من عنابة الصحيفة كشفت عن توقيف العصابة في ولاية جيجل وامتد نشاطهم إلى العاصمة ويقومون بكراء سيارات بهويات مزورة ويبيعونها بعد ذلك صحيفة الفجر لم تصدر جهويا في صوت الغرب الصادرة من وهران تكوين 27 طبيبا في الأورام السرطانية للنساء الصحيفة نقلت عن مصادر في مدرية الصحة لولاية وهران عن إنشاء وحدات كشف أخرى في ولايات الغرب الجزائري للكشف المبكر عن حالات سرطان ثدي وعنق الرحمة بعدما أثبت نجاعته في ولاية وهران وكشف حالات في وقت مبكر المناخ السياسي العام مثقل بصراعات الزمر حسب تصريح محسن بالعباس رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في واجهة صحيفة ليبرتي والتي نستهل بها الصحف الوطنية الناطقة باللغة الفرنسية رئيس الار سي دي قال في الدورة الوطنية العادية لحزبه إن المناخ السياسية العام في الجزائر تحول إلى صراع زمر وثلل محسوبة على النظام لزعزعة استقرار المعارضة الصحيفة أوردت أيضا تصريح بالعباس حول مراجعة الدستور بوصفه نابع عن سياسة السلطة التي لا تستجيب للتكيف مع الوضع القائم في البلاد وبالتالي فإن تقييمه للدستور المعدل لا يرقى إلى تحقيق التوافق معرجا على المادة 51 التي تخصه الجالية مستنكرا حصر مواطنين جزائريين في مادة قانونية نبقى في شأن السياسي وفي الصحف الوطنية الصادرة باللغة الفرنسية أي توافق مع المعارضة مستحيل يقول أحمد أيحيا في عنوان لصحيفة لسواغ دالجيغي مرة أخرى تعلق الصحيفة حول كلام أحمد أيحيا الذي قال فيه إن المعارضة هي من أقصت نفسها من مشروع تعديل الدستور وعلى المتراشقين السياسيين والعسكريين الكف على التصريحات المغردة مستنكرا ما وصفه بعناد البعض تجاه مشروع قانون تعديل الدستور ومدافعا أيضا عن المادة 51 بوصفها أعظم مادة دافعت عن الجالية منذ الاستقلال إلى هنا نصل إلى ختام أقلم الصحف اكتشف اكتشف